إذن ما يخص ملك وكتابة مع الإدارة، ما يخص ملك وكتابة مع الجمهور، أتمنى أن تكون الأمور واضحة لكن ماذا عن طرفين مهمين جداً؟ علاقة ملك وكتابة بالأندية المنافسة للنادي الأهلي، دي مسألة شديدة الأهمية ثم علاقة ملك وكتابة ببقية البرامج الأخرى اللي صدر عن قنوات تانية ودايماً وأبداً متعرضة للشأن الأهلاوي في الجزئية التانية، أعتقد ثابت من ثوابت منهجنا اللي طلعنا مع حضراتكم فيه من ألف حلقة أو من ألف ساعة سابقة في 376 حلقة أو 375 كان دايماً وأبداً خلافنا على المنطوق وليس الناطق، المكتوب وليس الكاتب، مقيل وليس القائل ودي مسألة تبعد بينا عن الشخصانة وتخلينا الزميل فلاني الفلاني اللي النهاردة بننتقده بشدة وارد جداً أن الحلقة الجاية نشيد بيه هنا كنا بننتقد مقيل وهنا بنشيد مقيل برضو إنما الشخص ليه كل الاحترام في الحالتين ده فيما يخص البرامج الزميلة اختلفنا مع ناس كتيرة وهنختلف مع ناس أكتر بس محدش يعتقد إنه ممكن يستدرجنا إن احنا نعمله شوء أو نكون سبب لطرحه على سطح مهمة زي قناة الأهل وبرنامج مالك وكتابة دون أن يستحق مش هننزل للمستوى ده على الإطلاق هنحافظ على قيمة الحوار مع الإعلام الجاد الإعلام الجاد من البرامج اللي احنا شايفين إن لها قدر من التأثير في الرأي العام إحنا لما بنناقش زميل في اللي قاله لما بنجيب ديوهاته لما بنفكره في اللي قاله قبل كده ولما بنناقش ازدواجية المعايير بننطلق من جزئية إنه النزل لها من التأثير والاحترام وفي اعتقادنا التأثير في الرأي العام اللي خلينا نناقش هذه المسألة خشية أن يتم التأثير على الرأي العام بمعلومات غلط مش صحيح أيضا من وجهة نظرنا ولا تعقص خلافة بينهم خلافة لنا مع الزملاء لكن مش هننزل للمستوى اللي احنا حطين البرنامج فيه ولا حضراتكو وساقتوا فيه من هذا المستوى مش هننزل أبدا فيه إعلام غير جاد فيه محاولات أخرى غير جادة مش هتلقونا منتبهين ولا ملتفتين لها خالص مهما استدرجنا ومهما اعتقد البعض أنه ممكن يجرجرنا ترجمة نانسي قنقر